أنا عايزة أستغل وجود الدكتورة هاجر من تونس لأنهم قطعوا شوطا طويلا شيخ خلدون في هذه المسألة وكما ذكرت شيوخ معتبرين من تونس خاضوا في هذه المسألة ووصلنا إلى أن تعدد الزوجات الآن في تونس مجرم أو الشبه مجرم يعني ما فيش حاجة اسمها مش موجود هذا اللفظ أساسا دلوقتي بقت الاكتفاء بزوجة واحدة ويعد هذا انتصارا أو اجتهادا فقهيا لماذا شيخ خلدون هذه العدوى لم تنتقل العدوى الفقهية إذا جاز التعبير لم تنتقل إلى البلاد الأخرى لم تنتقل إلى لبنان عندكم لم تنتقل إلى مصر عندنا لم تنتقل إلى أي بلد عربي وهؤلاء شيوخ أيضا فلماذا حقيقة سماحت الشيخ ابن عشور رجل له مكانته وخاصة في كتابه التحرير والتنوير عزيب أشار إلى هذا المعنى التي تفضلت بها به الدكتورة هاجر وقد سبق الدكتور أو سماحة المفتي ابن عشور بموقفه أو برأيه هذا الإمام الشيخ محمد عبده عزيب عندما أشار إلى هذا المعنى وقال من حق الحاكم أن يتدخل لمنع التعدد إذا وجد في ذلك مصلحة إذا ما زهب إليه ابن عشور والإمام محمد عبده والكثير من الفقهاء عارضه فقهاء آخرون واعتبروا أن الزواج في الأصل هو واحدة والتعدد مباح لضرورات لحل مشكلة اجتماعية أو لتأمين الأمن الاجتماعي للمجتمع كلمة الضرورات أنا باعتقاد شيخ خالدون كلمة الضرورات كلمة من الممكن أن نعتبرها مطاطة نوعا ما يعني ما هي الضرورة التي تجبرني كزوج أني أتزوج 3 و 4 يعني أنا عايز أعرف حضرتك أقول لي عن الضرورة أقول لي أمثلة أنا باعتقاد أن الضرورة لا يقررها الزوج أي لأن الزوج أو الرجل قد يخضع لهواه ولم يريد وما يطمح إليه الضرورة تقررها الشريعة الشريعة بمعنى القاضي الشرعي هو الذي يستطيع أن يلعب دورا أساسيا في هذه الضرورة شكرا